سلام عليكم يخطئ بعض الناس في ضبط بعض الكلمات فيقولون كرش ويقصدون تلك السمنة التي تكون على البطن وفي الحقيقة هي كرش بكسر الكاف وتجمع على كروش وأكراش ويخطئون أيضا فيقولون ليس معي فلسا واحدا وفي الحقيقة هي فلس بفتح الفاء وليس بكسرها وتجمع على فلوس والفلس أيضا قشر السمك الذي يكون على جلدها وإيضا يخطئون فيقولون حضرت حفل زفاف بفتح الزي وهذا خطأ والحقيقة أنها بكسر الزي الزفاف والزفاف اجتماع الناس ولهذا قال الله تعالى فأقبلوا إليه يزفون واحذروا أن تقولوا زفة فإن الزفة تتكلل الشيطان حركته وهياجه هكذا يكون ضبط الحروف ألقاكم على خير السلام عليكم